هتاخد مني احترام على أقصى درجة لكن في النهاية في مصلحة شغل طب ليه قلتنا ما تروحش بيراميز ما تروحش بيراميز لأنه أولا قرار كان عندنا قرارنا عندنا مظبوط اللعيب لما بيخلص عقده مش فيه لعيبة خلصت عندها عندنا ومشي تروحت الحيطة اللي عايزها اي هو حر لكن هو كمان عندي فما تفردش عليا انت راح فين اتنين انت بتتكلم على صراع سلاسي موجود أهل وزمالك بيراميز يعني لو ناصر رايح بيراميز عبدالله يروح الزمالك تمام ده ايه الزكاة الإداري اللي أنا فيه ده ايه الزكاة ده او الاتنين يبوفرها في واحدة ساعتها عبدالله كان 33 سنة ولا 34 ساعتها وعبدالله طبعا لعيب كبير جدا يعني لعيب كبير يعني كونك ان انت يمشي من النادي او ييجي من النادي ده ده قصة تانية كون ان انا بشوف ان المرحلة العمرية النهاردة ده وضع طبيعي في الارض ممكن تروح لحد تاني لكن هو العيد ادى مواسم كبيرة جدا حتى معانا احنا شخصيا يعني فانا ازاي بقى بدير حاجة ورعي فيها مصلحتي وقولك لا انت ملكش دعوة غير الجزء اللي خصك طيب ما هو ده كان جزء يخصني يعني لكن في النهاية ناصر اتمنى له التوفيق حتت بقى الاساطير وغيرها ده انا اشوف ان انا ما يفعش اوضع عليهم لك تعليق على الموضوع ده لا 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 يعني الاساطير موجودة في كل حيطة طب الناد الاهلي مليئين اساطير طب الناد الزمالك مليئين اساطير لكن هو ممكن يبقى زي ما كنت سيد قال انه ناصر لما جيه يتكلم يتكلم في وقت هو بقى خلاص منتام الناد الزمالك فعايز يكبر او يفخم في الناد الزمالك قوي فما كانش من الداعي ان هو يقول ان ما فيش اساطير لا عشان احنا فيه حاجات ما نقدرش ننكرها كلنا فيه واقع ومسلم بيه ان الناد الاهلي فيه اساطير كبيرة جدا وفيه لعيبة كرة يعني حصلت لناد زمالك نفس الموضوع فلما جاولت والمصر ايمن والمصر والمسماعيل والمسماعيل لا انا بقول لك هو موجود في كل حياتة فما كانش فيها اي مشكلة خالص لو قلت ان فيه اساطير في الاهلي وهو ده اللي انا بقول لك عليه والله انت مقدر انا موجهة نظري لا انا بصحاها ايمن 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 مهيب 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 ملاحظ انا ما تقبلش مع ايمن بل كتير قوي لكن ايمن لو فكر في الكلام ده هيتعب جدا يا راجل ده انا كنت بتشتم ليه النهار بس اتغير ايمن لا لا الفكر اتغير لا 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 هو بس بيحانت شوية في حتة تاكتك دي هي اصرت هي الاحت يعني انت لو بالشكل ده لو هتزعل حتى من جملة ولا ولا لا طب اكملك دي بس ايمن ما انا عايزة اوصل انا عايزك تروح للبوينت النقطة بتاعت اللي هي انا بتكلم في جزئية معينة اللي يخصني انا وسيد انا عدت عشر سنين دي انا عدت عشر سنين ناس كانت معاة في القوضة طب ما انا كنت انا في الاعيب يا راجل انا في الاعيب خدني اخطوبله اخطوبله انا انا والله العظيم او انا مسلا يعني أبع حاجة معه في حاجة شاهد مسلا لا يعني حاجة كده حاجة بالنسبة له حاجة حلوة زي بابا زي خالو زي عمو حاجة حلوة وبيطلع يشتمني دلوقتي فهم اقسم بالله في الاهلي بقسم بالله لا مش في الأهل في الزمالك يا سيد اوه كم يا تمام؟ ما نعيش ما نعيش ده لا أعيش أوصلك ليه في النهاية زي ما بقولك كده فيه كلام بيبقى يعني خلاص بتاع واحد تتقبله وتعديه عديه لا تتقبله وتعديه أركز في شغلي لا مش عايز تقول اسمه ها أنا مركز في شغلي مش عايز تقول اسمه مين؟ الخدك معاه عشان تخطب له يا رجل ده رجل ملت ملت ايه؟ لا انت كده لازم تقول بقى ولا كده مش لازم تقول لا لا خلاص خلاص يعني أنا عايز يوصل لك عشول�� أنا النقطة دي أنا عيشها عشول؟ ام دي عشول ام دي عشول عنوصلك نقطة ان أنا متقبل جدا متقبل جدا من فكرة ان أنا امتقد وان السيشال ميدى طلعت كي تقول لك وأنا مرف الزمالك وأنا مرف الزمالك كان فيه صفحات زمالكوية بطلعوا يهجموني ولا عمري زيالت ولا عمر تاترا أنا أتكلم في نقطة واحدة محددة ما تبقاش أنت ماسك في مكان أو كنت ماسك في مكان وإنت كانت سبيهاتك أو الشغل بتاعك قليل فلم أي واحد هنقول أنه هو نفس العمر ونفس الكاتجوري ونفس البوزيشن في المنتخب فتيجي تقول